شوف حضرك هتفهم من القصة اللي جاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سعب ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهم من العشر المبشرين بالجنة قال له يا رسول الله قال له نعم قال له أنا عايز أتصدق بكل ما لي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الرجل عايز يتصدق عايز حسنات عايز ينفق من أبواب الخير أو أبواب الخير قال له صلى الله عليه وسلم معلما له وللأمة إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عاله يتكففون الناس صحيح يبقى الثلث والثلث كثير لأنه مال وماله الخاص قال له برضو ما تزودش عن التلت لبقى لأن أنت أولدك مسؤولين منه وإن كان إنفقا في سبيل الله ولو كان في سبيل الله